الاستثمار في الطاقة الشبانية ودعمهم ومرافقتهم من خلال دمجهم في عالم الشغل وكذا العمل على بناء اقتصاد وطني تعد من أهم رهانات المترشحين الثلاثة لاستحقاقات عام 2024 حيث أبدى يوسف أوشيش المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية نيته بخصوص تغفير كل الظروف اللازمة والملائمة لتشجيع الشباب على الاستثمار والابتكار اليوم هناك فرصة تاريخية للشباب الجزائري باش يكرس تغير هناك فرصة تاريخية باش نبنيوا مؤسسات عندها شرعية من جانبه أقر المترشح عبد العالي حساني شريف أن برنامجه الاقتصادي يرمي إلى تبني نظرة استشرافية للنهوض بالتنمية المحلية وتوفير الوسائل الكفية بالتشجيع على الاستثمار وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن خلال التكوير ومن خلال التكوير المهني والتكفل بالشباب والتكفل بالنساء والتكفل بكل فئة المجتمع كما أكدت أحزاب الائتلاف على الدعم الدائم للمترشح الحر عبد المجيد تبون في عهدته السابقة لفئة الشباب الأمر الذي سمح بتأسيس قاعدة اقتصادية متينة اليوم رأينا ديباط يزيد المشاريع وهذا يحسن المستوى ويعطي تسويق سياسي جديد بممانسات جديدة تطهير طبقة السياسية والعمل السياسي اللي بدأت تجني ثمارها رأينا بيعوا الشراء وصراروا ورأينا الآن عنده برامج الاهتمام الكبر بفئة الشباب وتشجيعهم على الاستثمار والابتكار وكذلك الاهتمام بالنهوض الاقتصادي الوطني يبرز المكان المهم التي يوليها المترشحون للاستحقاقات القادمة بملفي الشباب والاقتصاد كونهما أهم مفاتيح التغيير والإزدهار شكرا شكرا